السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عاملين ايه يا ربي دايما تكونوا بخير النهاردة هنعمل مع بعض عجنيت الطعامية البيتي بمنتهى السهولة وهقول لكم كل الاسرار والتكات اللي طلع معيكم مظبوطة جدا جدا ونجحة جدا من اول مرة ان شاء الله ياريت لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك ولو اول مرة بتشوفوني اهلا وسهلا بكم ما تنسوش تشتركوا في القناة وفعلوا الجرس على الكل لو حابين يوصلكم مني كل فيديو جديد ان شاء الله وكمان سيبوليكم منت حلو منكم كده قولوني انكم اول مرة تزور القناة عشان ادخل ورا حبيكم نقول بسمنا الرحمن الرحيم ونشوف الطريقة مع بعض اول حاجة انا معي نص كيلو من الفول المسشوش اه ده شكله هو عشان الناس اللي ما تعرفوش اه هو بيبقى كده يعني فول بس من غير الاشرار الخارجية بتاعته نقعته لمدة قدقه لمدة 12 ساعة تمام كده وبعد كده غسلته كواس جدا وصفيته من المياه مرة واثنين يعني بتغسل كذا مرة وبعد كده هستخدمه على طول معاي هنا بقى الخضرة اللي هنستخدمها نص ربطة من الكورات وده اساسي جدا فيه الطعمية معاي نص ربطة من الشبت ونص ربطة من الكوزبرة الخضرة كمان معاي اتنين بصلة من البصل الاخضر وكمان حوالي خمس فصوص من الطوم بالشكل ده كده تمام ما تزودوش الخضرة عن الكميات اللي أنا مستخدمها دي لكل نص كيلو من الفول ونستخدم الورق بس زي ما انتو شايفين انا وغضى النص اللي تحت بس من الخضرة يعني بتشوغضى العروق اللي فوق وغضى بس الجزء الورق اللي تحت واحتاج كمان مية واحنا شغالين هقولكو هيحتاج بالزبط اقد ايه مية اول حاجة جبت بقى الكبه بتاعتي الافضل ان احنا نعملها في الكبه فيه ناس بتعملها في الخلاط بس عايز اقولكو صعب جدا وبتاخد وقت طويل وخلاط بياخد كمية صغيرة لكن طبعا لو عندكو الكبه سهلوا على نفسكو وعملوه فيها على طول اسهل واحسن بكتير الكبه بتاعتي عشان كبيرة شوية خديت معي نص الكمية يعني عملتهم على مرتين طبعا لو عاملين ربع كيلو بس من الفول هي يعني ممكن يتعاملوا معاكو على مرة واحدة احط بقى نص الخضر اللي عندي نص التوم كنفص كده من التوم وشوية من واحدة بصل خضرة لو ما عندكوش بصل اخضر ممكن تستخدمه بصل اللي هو العادي بدل بصلتين تستخدمه بصلية واحدة كده متوسطة من البصل الاحمر او الابيض تمام وهاخد بقى نص الخضرة اللي انا مستخدميها انا مستخدمة كزبرة وشبت وكرات وكرات اساسي جدا فيه الطعمية وهو اللي بديها الطعم الحلو بتاعها بقى يعني هو روح الطعمية في الكرات ده ورق عليه في السوحة تلقوم متوفر وموجود جدا ده الورق بتاعه ساعد بتكون موجود الراس بتاعته لو موجودة يكون افضل بس يعني انا مش بلقي الراس الصراحة انا بلايه على طول الورق بس اللي تحت ده بيتباع لوحده هحط قدقية حاولي معلقتين بس من المية معلقتين تلاتة بالكتير قوي من المية شايفين خدت حاجة بسيطة خالص على نص المقادير بالزبط تمام كده بعد كده هبدأ اضربهم في الكبة واحدة واحدة يعني اضرب يعني نص ديه كده ووقف نص ديه ووقف واسناء وانا شغلة بوقف الضرب وبجيب معلقة وانزل الحاجات اللي موجودة على الحواب بتاعت الكبة بالشكل ده كده معلش بقى لو فيه اي اصوات كده في الخلفية عشان مش عارف هسجل خالص بجات وصوت الوليد بقى وكده معلش تسامحوني تمام انا بنزل كده اي حاجة موجودة على الحواب بتاعت الكبة وبضرب تقني تمام لحد ما وصل للنعمة اللي انا عاوزها فيه ناس بتحب الطعمية خشنة وفيه ناس بتحبها نعمة اوي انا بحبها يعني متوسطة تمام وهواريكو الدراجتين عشان برضو تشوفوا انتو بتحبوا ايه هواريكو الدراجة النعمة اوي وهواريكو الدراجة المتوسطة كده انا رجعت الكبة تانية عشان اضربهم المرة التانية ويدلوقتي دول كده ده كده للضرب الخشن تمام يعني لو انتو حابين الطعمية خشنة اهي بتبقى بالشكل ده كده بتبقى تحفة جدا معظم الناس بتحبها خشنة اصلا عشان تبقى متماسكة كده وتعرفوا ايه تشكلوها بسهولة هبدأ بقى نزلها من الكبة لو الكبة بتاعتك اصغر اه حطي بس يعني ربع المقادير يعني اشتغل الكمية دي على اربع مرات تمام يعني ما تحملوش على الكبة يعني يبقى مص بس الكبة هو اللي واخد المقدار عشان اه تشتغل معاك كويس وتتحضم منك كويس زي ما انتو شايفين انها اخضر فاتح وجميل ما تزودوش برضو كميات الخضرة لان الخضرة كدير بتغمقها وبتخلي فيها ميا تمام كده يعني بالزبط الكمية اللي انا عاملها دي اضبطة جدا على قد كمية الفول كده انتزلت اول كمية وده كده الضرب الخشن هوريكو بقى دلوقتي الناعم هحط بقى باقي المكونات هرجع بقى السكينة تاني وهحط باقي المقادير اللي انا استخدمتها بالشكل ده كده وهحط برضو معلقتين المرة اللي فاتت حطيت معلقتين مية بس المرة دي حطيت تلاتة عشان انا عاوزها تبقى طرية ونعمة جدا تمام بصوا بقى كده دي كده الضرب الناعم خالص زي ما انتو شايفين بيبقى ناعم قوي قوي برضو انازلوا واوريهولكو دلوقتي اهو بيبقى بالشكل ده شايفين دي اناعم من التانية ازاي اللي بتحبوه بقى اعملوه وطبعا يفضل تكون خيشنا شوية تمام عشان تعرفوا تمسكوها وتعرفوا تشكلوها كده باديكو كويس دي كده كل الكمية طبعا عمل الكمية حلوة جدا جدا يعني كمية ممتازة بصراحة من نص كيلو فول وشوية الخضرة دول بس يعني مش مكلفة خالص اقتصادية جدا لما بتتعمل في البيت باديك تبقى حاجة تانية وتبقى ريحتها حلوة كده ومنضيفة كده عارفين كده حاجة معمولة بمضافة البيت هقلبهم بقى ببعد عشان الخشن والنعم يختلطوا ببعد كده ويدوني قوام كويس بعد كده هبدأ اضيف عليهم التوابل بتاعتي طبعا مش منضيف اي توابل خالص من الاول التوابل بسيطة خالص مع علقتين صغيرين من الكمون مع علقتين صغيرين من الكوزبارة النشفة ومعلقتين صغيرين مليانين من الملح تمام كده طبعا الملح على حسب الرغبة هقلبهم كده كويس جدا مع بعض كده دي التوابل بتاعتي مش اكتر من كده فاضل حاجة واحدة بس بس منضيفها اثناء بس واحنا بنقلي وهنقلي طبعا مع بعض دلوقتي وتشوفوا كده اللون بتاعها الفاتح الجميل الدهب كده بعد ما تتقلي والريحة بقى ومش قادر اقول لكم يعني جميلة جدا جدا هبدأ كده اقلبها كويس جدا عشان افرازها هوريكو برضو طريقة التفيرس بتاعتي كده كمية بتاعتي اهي هبدأ بقى اجيب اكياس تلاجة عادية خالص بوريكو بس اللون بتاعها عامل ازاي اللون بتاعها فاتح طعمية المزبوطة لازم يكون لونها فاتح وتكون هارشة كده ما تكونش تقيلة كده لا تكون هارشة كده تحسوها خفيفة كده وانتو بتقلبوها هبدأ بقى عبيها في الكيس طبعا معروف شايفين قوام عامل ازاي وانا بعبيها معروف يعني القوام ده بيقى مزبوط جدا بقى عبي بقى لحسب الاكلة بتاعتي الاستهلاك بتاعي وبساويها كده في الكيس واخرج منه الهواء زي ما انتو شايفين كده واساويها كده بأدية عشان الكيس كده يبقى متساوي وجميل طبعا الطريقة دي في التخزين حلوة جدا 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 غير ان احنا نحطه كده حتة واحدة كده ونربط الكيس بيبقى شكله مش حلو ده اولا سانين بياخد مساحة من الفريزر ولما تيجي تطلعيها بتاخد وقت طويل اوي عشان تفك لكن الطريقة دي سهلة جدا بتبقى شكل الحاجة منظم اكتر وحل وكمان بياخدش مكان معاك في الفريزر وكمان لما تيجي تطلعيها تفكي كده على الرخيمة بتفكي بسرعة جدا لان طبعا السمك بتاع رفاية فبتفكي بوقتة اسرعة بالشكل ده كده طبعا وشكله حلو كده ويبقى الفريزر كده منظم يعني انا بخزن كل حاجتي بالشكل ده الفول على طول بعمل فول وعجنت الطعمية معا بعد عشان الفطار طبعا زي ما انتو عارفون ان احنا عندنا اساسي الفول والطعمية في الفطار بيبقى حلو جدا قلولي بقى الناس اللي برا مصر قلولي بقى عندوكوا اساسي برضو زينا الفول والطعمية كده على الفطار ولا بتفطروا ايه قلولي كده في التعليقات احب كده قارة تعلقاتكم جميلة ويتناقش كده مع بعديا تمام كده تمام هحطوهم بقى في الفريزر وشلت طبعا منهم شوية عشان نقليهم بقى مع بعض تمام كده دلوقتي بقى هعمل شوية عشان نقليهم مع بعض حطيت عليهم ايه حطيت عليهم زره من الكاربوناتو ربع معلوه صغيرة من الكاربوناتو او البيكنج بوتر لازم تتحطي على طول قبل ما نقلي على طول مش من الاول ما ينفعش نحطها من الاول ونخزينها بيها لا لازم تتحطي ايه اسناء يعني قبل التسوية على طول عشان تخلي معاك الطعمية كده هشة كده من جوه وطرية من جوه ونشفة كده ومقرمشة من بره وطعمها طحفة شايفين بتتشكل بسهولة بإيديا ازاي؟ متلاقا بتتشكل بسهولة كده عرفوا ان القوامع مزبوط جدا هبدأ بقى لشوية كده في زيت سخ وابديكوا اللون الجميل بتاعها طبعا فيه ناس بتشكلها اشكال مختلفة فيه ناس بتعملها القرس كبير فيه ناس بتعملها القرس صغير قوي فيه ناس بتعملها وسط فيه ناس بتعملها على شكل صوابع كده الشكل تتحبوه اعملوه بصوا الجميل اللونها حلوة جدا جدا ومقرمشة جدا من بره وطعمها طحفة طلعتها كده على ورق بقدونس هزا قلوكوا طعمها خطير ورحتها حلوة جدا جدا مختلفة تماما عن بتاعب بره وبنضافة البيت وحاجة مضمونة وتحفة جدا يارب يكون الفيديو عجبكم واستفدتم منه ننسونيش في لايك ودعوة حلوة من قلبكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا